لو جاينا رسالة للأب والأم هو فيه جزء كبير جداً جيناتك جزء بجيناتك لازم مشارط يكون ناحية الأب مشارط يكون الأب نفسه بس تجاه عائلة الأب أو تجاه عائلة الأم لازم فيه جيناتك جوه العيلة جيناتك جزء موروث يعني بنتي عنيدة جداً لو دورت في الهيستوري بس أنا بتكلم على العند الذي قد يصل حاجة اسمها الطراب التحدي المعارض الطراب هو من ساعة بنتي ما تولدت وهي عنيدة جداً طبعاً إحنا بنتعامل خطأ بسبب أولي بيوصل للطراب فلما تشوفي الهيستوري بتاع التاريخ العائلة بتاع العيلة هتلاقي حد من ناحية الأب أو حد فيهم هو كان عنده مشكلة اللي عندي بشكل كبير جداً على عصبية كل ده بينتقل عبر الكروتوزون ده عبر المشيمة للبيبي اللي جوه بطن الأم فده بيأثر فيه بيامل تفرص لوكية ففي جزء جيناتك لا يمكن أن تغافر عنه في جزء تاني بقى الفروق الفردية الفروق الفردية لو كان ابن أكبر نحن نجرب فيه فتلاقي ابن أكبر ده كانت تست بتاعنا طب تدريجياً لأ أنت هتلاقي فيه مهارة واحترافية بشكل غير مباشر فيه تعامل الأب والأم مع الابن الأخير ده وسعب يخصر العكس بنكون فقدنا الشغف بقى وزهيئنا وعملنا كل اللي يقدر عليه مع الأولين وبنسيب التاني بقى بس بيكون التاني يتعلم بالمشاركة بيكون أحسن عشان شاف إخواته برضو على حسب بس هو فيه بقى اجتماعي عشان شاف إخواته بقى الشخص وحيد شاف اللي بيحصل بابا أماما بيتعاملوا إزاي وبرضو هو سلح زوحدين عشان كتير الأطفال الصغيرين إذا لم لو فيش حكمة في الترباف ديها فتلاقي اللي بتزاز العاطفي هو السيد فتلاقيه شخصات تكلية جداً أنا بعمله كل حاجة عشان هو بيعرف يبتزني كويس يعني نقدر نقول أن الأكثر عرضة ممكن يبقى الشخص الأكبر ولا الأصغر طيب الأكثر عرضة أنا بشوف على حسب نوع الشخصية ده لازم نحطها في الاعتبار علشان نوع الشخصية لو كان الشخصات قوية وجريئة قد تتعافى يعني فيه حاجة اسمها الترب التكيوفي الترب التكيوفي ده أصحاب الشخصيات القوية بيعدوا من عليه لو حصلت ترومة وممكن يتعافوا لو الأعراض لم تزيد عن ثلاث شهور التراب التحولي ده اللي بيحصل إلى الأطفال ده مصطلح الكبير بتاع التراب بيحصل إلى الأطفال أخجولين أو معضم ثقة بنفسهم أو أشخاص المتواضعين في التربية إذا لم يتم تدخل إذا لم يتم تدخل فأصحاب الشخصات القوية أو الجريئة التعافي بالنسبة أعلى بيكون أحسن فده يجي على حسب نوع الشخصية على حسب أسلوب التربية بتاع الأب والأم على حسب السن اللي جاي فيه الترامة للطفل أو المراحة أو النشنة أي وبناءً عليه نقدر نلخص القصة دي وندي نصايح للأب والأم نقول لهم إيه طيب أنا دايماً بقول إن إحنا مش في المدينة فاضلة ولدنا دايماً لما بيتولدوا إحنا بنيديهم النصايح اللي هي ليه علاقة بإسمع الكلام مش خد حريتك دايماً بقول إن الطفل هو صغير وهو بيبي دي أحسن مرحلي في حياته وإن إحنا تفكرنا وإحنا صغيرين أحسن وإحنا أكبر دلوقتي عشان وإنا صغير كنت أعرف أمسك حاجة سخنة ما كنتش خايف أتلسع كنت بفكر المينسيت إيه أنا أقدر أمسكها ما كنتش خايف أتلسع لما بجبر مكنت تفكيري بسبب القلب لهم ما تجربش ما تعملش أعمل كذا والإجبارات بتخليه أنا خايف أصلاً أمسك حاجة ممكن نط من حاجة عالية ما كنتش بخايف نوعاً كسر عشان كنت بفكر أنا أقدر أنط برضو مع الوقت والتربية الخاصة بالإجبارات والتهديدات والنقد اللازع بتمنع أولادنا من هم أصلاً يجربوا وأصحاب الشخصات القوية وجريئة بتصنع طفل عنيد إلى طفل متمرد